اهلا بكم يا شباب في قضية مقرقاني ومن فترة بقى كزا يوم اسمها جريمة الفيرموت الحقيقة انا عايز احاول ابني لنفسي والغيري موديل كده ونصلح فيه مع بعض لازاي نتعامل مع قضية زي دي القصة وما فيها انه من كم يوم ظهر على الاكاونت اللي هو اسمه Assault Police اللي هو اكاونت على انستجرام لمكافحة التحرش انا معرفش مين اللي عامله ظهر قصة مرعبة شوية ان فيه ست شباب اثناء وجودهم في حفلة داخل فندق فيرمونت سنة 2014 تناوبوا اختصاب واحدة بعدما ادوها مخدر بيخليها غير قادرة على التفكير وبالمناسبة مخدرات الاختصاب دي معروفة هنا في امريكا يعني الكونسب بتاع الروفينغ ده اللي هو ان ايه ان انت تبقى قاعد في بار مثلا دايما بيتنبه على البنات هنا اوعي تسيب الكاس بتاعك بعيد عن الكاس الخمرة ليه؟ لان المجرمين المختصبين دول بيعملوا ايه؟ هو بيعدي يدور على اي بنت ضحية شكلها بالوحدة او محدش هيسأل عليها بعد شوية ويروح يسلم عليها ويتعرف عليها وبتاع ده الكلام ده هنا في امريكا ويوم حتطلها ايه؟ حتطلها شوية مخدرات كده في الالكوهول بتاعها هي بمجرد ما بتشرب الالكوهول والمخدرات بتشتغل خلاص هو خدها بقى هيعمل بيها اللي هو عايزه خدها وهيعمل بيها اللي هو عايزه فاحنا بنتكلم عن ست شباب عملوا كده في واحدة في حفلة حصلت في فيرمونت فندق الفيرمونت من تنظيم الاستاذ احمد الجنزولي والحفلة بنتكلم عن ست شباب انا بالمناسبة النهاردة مش هتكلم عن قسميه بس انا عايز اتكلم بشكل عام الحفلة فيها ست شباب حاجة كده اللي هم المختصبين ده لحفلة الاختصاب دي حاجة كده اللي هو ولاد رجال اعمال على ولاد تجار سلاحة اللي هو ايه العيال اللي واصلة اللي ما تربتش اهليهم سابوهم من غير تربية وفي نفس الوقت تتعلموا من وهم صغيرين ما عندهمش عواقب لافعالهم بيقدروا يهربوا من افعالهم والعيال دي الواطية دي بتستغل ان المجتمع بتعامل مع الستات او مع قضايا الشرف بشكل عام تعامل جاهل لا ليه علاقة لا بدين ولا بشرع ولا بعقيدة ولا بأصول ولا باي حاجة اللي هو التعامل بتاع انك انت في النهاية اسطر عالجريمة تسطر عالجريمة مش اسطر تسطر عالجريمة عشان الفضيحة وخلاص وخلوا ادي فرصة للعيال الصغيرة ادي فرصة للعيال الصغيرة السفلة دي اللي مش متربية انها تهرب بجريمة هم يعملوا ايه بقى ياخدوا البنت ويختصبوها وبعدين يعودوا يتحكوا ويصوروا فيديو المجرمين المجرمين مصورين فيديو للبنت وهم بيختصبوها وبيتحكوا وبعد كده في النهاية يقوموا كاتبين على مؤخرتها الأسماء بتاعتهم فاهم انت الأمراض النفسية اللي عند العيال دي فاهم العقد النفسية وعقد النقص اللي عندهم اللي توصلهم ان هم يقرروا مع بعض ان هم يخدروا واحدة يحطوا لها مخدر علشان ياخدوها بالمناسبة اي حد ابن وسخة مش متربي هيهزر في اللايف ده وعهد لا إله إلا للأدمينز لو سمحتوا اي واحد داخل يهزر في اللايف ده لازم يتعملوا بلوك لان انا ما بهزرش لان انت في فرق اه انا ممكن اعود اهزر معاك ونعمل لايبات وندحك ونهزر ونعمل كل حاجة انت عايزها بس مش دلوقتي خلي عند اهلك دم شوي فالشباب دول عملوا كده مش في واحدة بس ولا اتنين بس ولا تلاتة ده تحاول لستايل بتاعهم بيصوروا البنات وهم بيختصبوهم وعملين نتورك صغيرة من أصحابهم اللي بيبعطوا لهم الفيديوز ويدحكوا معاهم فاهم الفكرة ولا مش فاهم الفكرة بنتكلم عن ولاد ناس وصلة في البلد يعني ايه ناس وصلة في البلد يعني بيستغلوا ان ابوه كبير وليه منصب فانه محدش يكلمه وانه يهدد البنات تعالوا نسمع كده عشان بس ايه الناس اللي واخدها الموضوع تهريجه وفاكراني جاي انا على فكرة متعصب من مبارح بالمناسبة تعالوا نسمع كده واحد من الاخوة دول انا مش هقول اسمه برضو لانه استمرارا للفكرة بتاعت انا مش عايز اتكلم عن حد دلوقتي كاسماء لحد اما التحقيقات تبدأ لكن طبعا خلاص الاسماء موجودة عن نت اللي عايز يعرف الاسماء هيعرف تعالوا نسمع الاخ ده بيقول ايه يعني بيقول لها ايه واضح من الحوار مستوى هذا الحيوان بيقول للبنت انها اتجيله فالبنت خايفة منه بتقوله انت عايز تضربني قال لها يا بنت اللي مش عارف ايه هو انا لو عايز اضربك ما كنتش مكان عادي هجيلك عندك عالبيت وانزلك عريانة ملط واضربك فاهم قصدي فاهم المخ اللي مخلي هذا البني ادم فاهم المخ اللي مخلي هذا البني ادم يتخيل ان هو ممكن يعمل كده في بنات الناس وبالمناسبة والله العظيم لو البنت دي شرموطة والله العظيم لو البنت دي شرموطة مش من حقه مش من حقه حتى لو البنت دي بتاخد فلوس شوف لو بتاخد فلوس مش من حقه فاهمين يعني ايه ان احنا نعرف نقف عند الحدود علشان نعرف نصلح المجتمع ما هو المجتمع اللي هيتملي شرمطة زي دي هيتحول فيه ستات لشرميد طبعا ليه؟ لان خلاص ما بقاش فيه حق هو الام الست دي البنت دي اللي تم اختصابها دي هتبقى ام بعد كده هتقول ايه لعيالها الست دي لما قعدت لما روحت بيتها ولقيت نفسها كده حصلها ايه؟ وبعدين الاوساخ يعملوا ايه؟ بيهددوا بالاسلحة بيهددوا البنات بالاسلحة عشان ما يتكلموش وما يفتحوش بقه القضية فضلت في 2014 طلعت شوية وطبعا اتقفل عليها الويفي الاخرانية لما الموقع اللي هو بتاع انستجرام ده بتاع السولد فوليس ده خد القوة بتاعته بسبب القضية بتاعت المتحرش الوسخ احمد زاكي بس ياما احنا الحمد لله الطبقة الوسخة في مصر بدأت تظهر الناس اللي عاملين نفسهم انه هم علية القوم هم اوسخ الوسخين اوسخ الوسخين عالجازمة القديمة السولد فوليس ده لما خد القوة وبقى عنده الباور والمجلس الاعلى القومي للمرأة اللي عاملين جهد عظيم الدكتورة مايا ربنا يكرمها يا رب مايا يسري ربنا يكرمها عاملة شغل ممتاز لما خدوا الجرأة قرروا انه هم يفتحوا القضية ايه اللي حصل العيال الوصلة دي وصلت الى مين صاحب الاكاونت يعني الحاجات اللي هي ايه ممكن اجهزة امن في دول ما تعرفش توصلها العيال وصلوا لصاحبة الاكاونت ولا صاحب الاكاونت انا ما عرفش هو واحد ولا ست وهددوهم بالقتل هددوهم بالقتل انت فاهم انت فاهم يعني ايه اللي بيحصل انت فاهم يعني ايه اللي بيحصل في بلدك ليه علشان شوية عالمة سنودة فاكرة انه هو هي يروح ياخد اي واحدة بنت كده من الشارع ياخدها يختصبها وما حدش يقدر يفتح بقه مقاما احنا عايشين في الغابة اصلها اصل البلد دي احنا محتاجين النيابة العامة تتحرك احنا محتاجين المجلس القومي للمرأة يتحرك احنا محتاجين القضاء المصري يتحرك احنا محتاجين رئاسة الجمهورية تتحرك ليه العيال دول عيال ولاد ناس كبيرة في البلد لازم هيجابه ماينفعش يتسابه العيال دي لو تسابت انت بتقول على المجتمع السلام العيال دي لو تسابت انت بتقول على المجتمع السلام لانه خلاص ما هو انت بتقول للناس البلد دي اللي بيعرف ياخد فيها حاجة ياخدها وبالمناسبة اللي بيعرف يختصف فيها حاجة ولا يختصف فيها حد يختصبها هل دي الرسالة اللي احنا بنوصلها للمصريين وللشعب المصري دلوقتي هل دي الرسالة اللي احنا بنوصلها قضايا التحرش وقضايا الاختصاب محتاجة مراجعة شخصية مننا كلنا اولا بالمناسبة انا ما بتهمش حد بحاجة لازم وجود ادلة لازم وجود شهادات انا مش جهة قضاء ولا جهة تحقيق ولا كنت حاضر في الفيرمونت ولا شفت اي حاجة وبالتالي انا بس جاي علشان انا فاهم كويس انا فاهم كويس اللي بيحصل في الستات وفاهم كويس الحرب القذرة النفسية اللي بتحصل على اي واحدة بتحاول انا تم الاعتداء علي لان المجتمع بيلفظها فايا بتسكت عارف واحد بيعتد عليه وبيبهدل وبيركن على جنب بقى خلاص الكسر مستحيل تعرف ترجع ايه لما تاخد حقها وعشان كده يا متخلف عقلية انت وهو ياللي قاعد تقول لي هوش معنى القضية دي ظهرت دلوقتي بعد ست سنين انا اقولك ليش معنى لان الظلم بيفضل عايش جوه البني ادم لحد ما بيتفجر بيتفجر برا لان الظلم بيفضل عايش جوه البني ادم لحد ما بيتفجر برا فانت لازم تفهم كويس جدا ولازم انت كمان تفهمي كويس جدا انه احنا مش جهات قضائية انا مش بتهم حد انا معرفش مين عمل ايه انا شفت شهادات مرعبة ومتواترة وشفت تسجيل بيوري اخلاق وعمتا بشكل عام هذه الطبقة الناجسة الناجسة مليانة ناس وسخة هذه الطبقة الناجسة مليانة ناس وسخة وما لهمش اخر بيظلموا الناس يسرقوا الاراضي يتجروا في السلاح يلعبوا في المخدرات بيعملين شبكة ضعارة اسكورتس مع الحفلات بعد الحفلة لو عايز تنط على واحدة وتدفع فلوس عالم عالم قذر عالم قذر عالم قذر ما فيهوش اي احترام لكرامة البني ادم ما فيهوش اي احترام لانسانية البني ادم ما فيهوش اي احترام لاخلاق ما فيهوش اي احترام لدين ما فيهوش اي احترام لقيم ناس بتفكر انه هو ما عندهوش مشكلة انه هو يروح يعتدي على مش بس كرامة مش بس ده داخل بيعتدي على جسم الانسان والإنسان اللي هو بيعتدي على جسمه ده أضعف من أنه هو يرد عليه الاعتداء لأ دول أوساخ ولد الأحبة متجمعين لي ستة على الوحدة وكمان مخضرينها فكونوا بقى ابن مسؤول كبير ولا ابن لعيب كرة كبير ولا ابن أي حاجة كبير ما إحنا مالنا أبو مش متربي لأنه لو كان متربي كان ربا لأن الطبيعي أن البني أدمين العديم ما بيختصبوش والطبيعي أن البني أدمين العاديين ما بيحطوش مخدرات في الشرب بتاع الناس علشان يفقدوهم وعيوهم والطبيعي أن الجو ده يبقى جو مسموم ويتم معاقبة كل المجرمين اللي فيه ده الطبيعي ده الطبيعي ده الطبيعي بس إحنا عارفين كويس أن في مصر أي حد ابن مسؤول لو يعرف يهرب بجرمته باستخدام مسؤوليته بيعرف إلا لو اتفضح فأنا جاي أفضح ومش أنا بس اللي جاي أفضح لحقيقة أنا جاي أصلا في الصفوف الأخرانية لأن في ناس بدأت السولد بوليس دول اللي عاملين الأكاونت دول إخواتي وأي حد هتعرض ليهم وإحنا نسكت كلنا كمصريين ومن طلعش ديك أمه يبقى إحنا غلطانين ليه؟ لأن الإجرام استفحل لدرجة أن المجرم ابن الوسخة المجرم ابن الوسخة بيتصل بالست عشان يقول لها الكلام ده وأنا آسف هو الفيديو ده لازم يبقى 18 بلس ما هو إحنا مش هنشتم إزاي طيب حد يفهمني بنتكلم عن ناس مجرمة وما حدش عارف يوقفهم في البلد وفي النهاية الناس اللي هي قاعدة مشغولة طول النهار بلبس البنت ما بنسمع لهمش صوت يا عمه هو واحد بيختصب هو يا عم الحج ما تطلع بقى توريني دو كورتك الأخ عمرق دي فين صحيح واخد أجازة ما يطلع يكتب تويتا كده بيقولها وانا ما فيش قانون بيقولها لو عايز أضرب كصمك لو عايز أضرب كصمك ما كنتش هروح أجيبك من البيت وانزلك من البيت عرينا يا بنت المتناكة ما فيش قانون يا بلد ما فيش قانون يا بلد البيت ابن مسؤول كبير يا بلد ما فيش قانون يا بلد البيت ابن راجل أعمال كبير يا بلد ما فيش قانون يا بلد البيت ابن واحد واصل يا بلد ما فيش قانون يا بلد ما فيش قانون يا بلد يا عم اسحنط وهو بقى يا عم المسؤول اسحنط وهو وشوف لنا العيال دي وشوف لنا العيال دي وهتلينا أهليهم العيل اللي يهرب هتبوه وحطه في السجن العيل اللي يطلع بره البلد هتبوه وحطه في السجن العيل اللي يطلع بره البلد هتبوه وحطه في السجن علشان البلد دي احنا مش في غابة البلد دي احنا مش في غابة والعيال دي وبالمناسبة المجتمع اللي حواليهم اللي كان عارف ان اللي هم بيعملوه ساكت هم كلهم عيال شرميت كلهم كلهم شرميت من بنا استثناء لأن انت ماينفعش تبقى ابن ناس وشايف اللي بيحصل ده حواليك وقاعد ساكت ماينفعش تبقى ابن ناس وشايف اللي بيحصل ده حواليك وقاعد ساكت الموضوع مش محتاج تفكير الموضوع مش محتاج اصلا انا اصلا قاعد بستعجب اللي هو ايه احنا ازاي المفاهيم ضربت عندنا ازاي بشوف الشيوخ طلعين طول النهار عمال يعمل لي مجسم لوحدة ويقول لها البسي المش عارف ايه والخوال ما بيطلعش يتكلم لما بيبقى فيه اختصاب انا عايز افهم انتو بتفكروا ازاي يا مجتمع انتو عايزين امن البلد انتو عايزين توصلوا لفين انتو عايزين دماغه دي تروح فين انتو بتفكروا ازاي فين القيم فين المبادئ فين الاخلاق ولا هو القيم والمبادئ والاخلاق اللي هي متصورين انها عندكم او انتو بتدعو انها عندكم ليه بتقولوا لما واحدة تفتح بقها وتقول فلان تحرش بيا ولا فلان اعتدى علي ولا فلان اختصابني تقول لها ستوري نفسك انت كده بتقول لها تسطري على الجريمة انت كده بتقول انتوا عارفين يا جماعة انه العيال دي وعهد لا إله لله من غير معرف اي حاجة لو كانوا اتفضحوا في 2014 ما كانوش عملوا اي جريمة اختصاب تاني بس انا اؤكد لك انه هم عملوا وعلى فكرة الشهادات المتواطرة على الاكاونت ده جالهم 12 بنت بيقولوا انه حصل فيهم كده معرفش الارقام وانا ما بقولش ان الكلام ده حقاية الكلام ده كله ممكن يبقى غلط اللي هو الارقام لكن الصورة العامة لا انا فاهم الكلام ده الروفينج بيحصل في المجتمع الوسخ ده اللي هو انه يحط لك الوحدة اسمها ايه مش فاكر حتى اسمها اسمها روفينج فعلا يحط القرص على الالكوهول ده ده بيحصل والاقتصاب بيحصل فانا فاهم ان القصة دي بتحصل وانا فاهم ان في مصر فيه ناس كتير فاكرة انها فوق مستوى الحساب وان ما فيش عدل في البلد وان هو بيعمل اللي هو عايزه وبيستغل اي حد ضعيف في البلد يفرغ فيه طاقته السلبية ما انا فاهم الكلام ده بس انا عارف ان الدولة مش هتزكت انا اؤكد لكم ان بالمناسبة انا عارف ان فيه ناس كتير في المسؤولين زعلانين من اللي بيحصل في الوضع في مصر بشكل عام بس مش عارف يرتب اولوياته ومش عارف يزبط الدنيا لان هو كل ما ييجي يزبط الدنيا في حتة حتة تانية تفرقع وهو نفسه برضو ما هو المسؤول ده بشر برضو ابن المجتمع وابن البيئة ففيه برضو امراض واخطاء وظلم وكل الحاجات اللي في الناس التانية بس في النهاية يا جماعة الظلم لما يستفحل للدرجة دي تبقى حاجة مرعبة الظلم لما بيستفحل للدرجة دي بتبقى حاجة مرعبة لما بيبقى فيه الف الف لمعصية الاختصاب يعني حط نفسك مكان واد من العيال دي حط نفسك مكان واد من العيال دي وحاول تفكر كده ازاي المجرم ده ألف المعصية للدرجة اللي هو خلاص بقى بيبرر لنفسه انه عادي جدا انه هو يختص بوحدة بعد ما بيحط لها مادة مخدرة ودي عيال بالمناسبة من عالية القوم هم أوسخ الوسخين بس اسما من عالية القوم ومعهم فلوس معهم عربيات معهم بيوت معهم منتجعات معهم كل حاجة يعني قصدي هو مش محتاج وغالبا لو عايز ينم مع واحدة هيلقي واحدة ينم معاها عادي انما هو لا هو عايز يعمل بارتي عايز يعمل حفلة عايز يعمل زم ستة صحابه ويوروا بعض قدي هم جمدين انه هم بيتناوبوا الاعتداء على واحدة شايف المو عارف العيال دي خطر قديه في المجتمع عارف أهليهم قديه خطر في المجتمع عارف الأهل اللي بيطلعوا الواد الفاسد اللي كده ده وما يبقوش متبرين منه ولا يبقوا بالعكس ده بيبقوا بيدعموه بيقفوا وراه بيساعدوه ان هو يهرب بجريمته عارف الأهل دول خطر على المجتمع ما هم دول اللي جابوا لنا دول ما هم الجزر وسخ لان الجزر لو ما كانش وسخ ما كانش طلع الفرع الوسخ الجزر او على الأقل اول ما الجزر القوي الصح بيشوف فرع وسخ بيوقعوا لانه فرع وسخ بيتبرة منه انا مش عايز اطول في الكلام بس احنا ما ينفعش نبقى في مجتمع اللي بيعمل فيه حاجة صح بانه بيفضح المجرم بيتعقب ما ينفعش اللي بيعمل حاجة صح ييتعقب ما ينفعش اللي بيعمل حاجة صح ييتعقب وما ينفعش المجرم يهرب من العقاب نتيجة ان المجتمع على طول خبير تحوير وتتويه مواضيع المجرم مجرم واللي عمل حاجة عملها واحنا عارفين كويس جدا ان الناس بتخاف في مصر وان الناس بتتهدد في مصر الراجب بيهدد اهول بيت في المكالمة يعني قصدي ما عندوش اي مشكلة يعني عارف انا مثلا ده بعت رسالة صوت بواتساب انا مثلا لو انا عايز اهدد حد انا مجرم وعايز اهدد حد اقول مش هبعت له رسالة واتساب لحسن يحتفظ بيها ومعه صوتي ده ممكن يوديني السجن لان انا واحد عادي انما البيه فوق مستوى القانون هو ما عندوش اي مشكلة يبعت رسالة الوحدة بيهددها بان هو هيعتدي عليها لو ما جاتوش حالا يعني هو عايزها تعمل ايه هو عايزها هو المكالمة ايه هو عايزها تروح له معرفش ليه واضح ان في حاجة هي خايفة تروح له فبتقول له انت هتضربني بتسأله انت هتضربني قال لها يا كذا يا كذا يا كذا يا كذا زي ما انت سمعت كده يا اضربك ايه يا كسود انا وعايز اطلعك عريان انا طلع فهم؟ وانتو بقى ايه؟ يا واقل لو سمحت الالفاظ عشان عشان ودن يا واقل لو سمحت الالفاظ يا ابني يا حبيبي انت عايش في مجتمع عالية القوم بيعملوا كده الالفاظ ايه يا لأ بتاعتمثل اللي ودنه بتوجعه يطلع ما هو خلاص هو مش في احنا في خناقة في المجتمع ده انا في المجتمع ده هتخانق الخناقة دي لان هي دي الخناقة هي دي الخناقة وازبره انا ابشركوا ان العقد انفرط على اولاد الوسخة المتحرشين والمغتصبين العقد انفرط خلاص زي ما حركة ميتو هنا حصلت هيو بتبدأ حاجة كده الاول يتمسك كم حد كده ويتبهدله كل الستات اللي مخزنين وسكتين بقالهم سنين على حوادث الاختصاب بتاعتهم وعلى حوادث التحرش الإجرامي اللي عليهم هيطلعوا يتكلموا مده منطقي ليه؟ لان ما فيش واحدة تم الاعتداء عليها وتنسى مستحيل ده انت يا راجل لما حد بيزعلك في مثلا ايه يقفل في وشك الباب ما بتنساش لما حد بيقفل في وشك الباب ما بتنسلوش بتفضل طول عمرك فاكر هالو لما بتشوفه بعد عشر سنين تفاكر انه قفل في وشك رزع في وشك الباب فاهم قصدي؟ فما بالك باللي تم اللي اعتداء عليه ده هيبقى عايش ازاي؟ والمجتمع اللي قاعد طول النهار يدفن راسه في الرملة ويجذب على نفسه ويدعي الفضيلة طول الوقت بشعارات سمجة وقاعد يحاول يقنعني ان هو ان هو هيعرف يصلح الدنيا بس لو عرف يزبط لبس الستات يا عم ما تزبط المتحرش يا عم ما تقبض على المختصب احمد العيوتي بتقول ما تقولش علية القوم حقيقة دول اوطى اوطياء قوم مش علية القوم عندك حق اوطى اوطياء قوم مهما كان معاهم فلوس مهما كان معاهم قوة مهما كان معاهم اسلحة مهما كان معاهم نفوز مهما كان فيه ناس بتحميهم دول اوسخ ناس في مصر اوسخ ناس في مصر اوسخ ناس في مصر اوسخ ناس في مصر وكلهم على بعض وهم عارفين كده كويس ومن وسختهم بيوسخوا البلد ومن وسختهم بيوسخوا البلد يا جماعة احنا في دنة احنا في دنة انا مسلم احنا في دنة القوي هو اول الناس اللي بتتعاقب لما بتغلط القوي هو اول واحد يتعاقب لما يغلط والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ان فاطمة بنت محمد انسرقت لقطعت يدها انا بطالب اجهزة الدولة انا بطالب اجهزة الدولة انها تعمل طريقة مبتكرة غير موجودة حاليا يتم فيها مراعاة ظروف الاجتماعية الحالية في البلد لمساعدة اي حد عنده شكوى من التحرش الجنسي ان هو يتقدم بطريقة تحفظ حقوقه ويتم تقديم غطاء اعلامي لأي حد انتو عارفين يا جماعة المشكلة ايه؟ اي واحدة ستة عارفة انها لو طلعت هتطلع على التريند يومين ثلاثة والناس تتعطف معاها انت يا كابتن انت وهو ياللي بتحضره حفلات لما تعرف ان فيه واحد متحرش ما تبقاش خوال وتعرص عليه ما تبقاش خوال وتعرص عليه بالعكس الراجل الراجل اللي بجد الراجل اللي بجد وجوده هيخوف كل الخوالات دول لان ما فيش متحرش راجل ما هي منطقية قصدي ما هو لو راجل واثق في نفسه هيبقى عارف ان هو اتراكتف اصلا والناس عايزاه يروح يتحرش ليه بالناس هو بيتحرش عشان هو مش راجل او يعني مش راجل بالمعنى بتاع الرجول فانت يا شاب انت هو لو انت بتحضر حفلات ولا ليك في السكة دي ما تبقاش اورني ماشي قاعد شايف الناس عمالة عمالة بتتاخد وبتترمي وبتتحرش بيها وانت عامل نفسك مش واخب بالك عارف ان في واحد زميلك او واحد تسمع عنه او واحد بتخرج معاه او واحد بتحضر معاه الحفلة بيتحرش بالستات وما عندكش مشكلة انا قاسف ان انا اشتمت كتير في اللايف دا وابقى احط ان هو فلاس 18 اتمنى تكون الرسالة المبدأة واصلت انا عمتا متفائل خير في القضية دي يعني ايه متفائل خير انا متفائل ان فيه ناس كتير وقفت انا بشكر بالمناسبة ناس زي ردوة الشربيني مثلا بستجدع جدا موقفها الحقيقة بيعجبني الموقف بتاعها بغض النظر عن ممكن يبقى ليها تعليقات كتير على اسلوبها في البرنامج بتاعها ناحية بعض قضايا الزواج وغيره بس دا خلاف عادي لكن مثلا في قضية شهامة زي دي هي راح توقفة ليه؟ لاقت الناس بتتهدد لاقت الاسولت بوليس دول برضو شباب مش مسنودين هيتقفلوا فقفلوا العيالة تهددت قفلت وعندهم حق برافو عليهم جدعان شطار ليه؟ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة انت مش مطلوب منك انت مش محامي العالم انت جاي تحاول تصلح قد ما تقدر اللي زي رضوة بيساعد بشكل مباشر في ان الصوت يعلى ليه؟ انا لو دلوقتي من العيالة المتحرشة دول بدعي ربنا طبعا دا لو هم بيعرفوا ربنا يعني اوه حتى بيحاولوا يقربوا من ربنا جوا دماغهم ان محدش يتكلم عني عايز القضية تموت واحنا مش هنخليها تموت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة